زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عواظ بن مبارك كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مأرب ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة لفريق الركن الصغير من عزيز حرس الشرف الذي استفت لتحييته وفي الحافل الذي نظمته قيادة الكلية احتفاء بهذه الزيارة ألقى رئيس الوزراء كلمة النقل في مستهلها لقيادة وطلاب الكلية ومنتسبيها دحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الراسية الدكتور رشاد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس والحكومة وأهنأهم بمناسبة الاحتفالات بعيد الثورة اليمنية الخالدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر وأردد الدكتور أحمد عواظ بن مبارك مع طلاب الكلية ودفع الجوي شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن وقال هذا الشعار الخالد هو تعبير عن حبنا للوطن وإننا لن نفرط بمكتسباته في الحرية والكرامة والجمهوري والعدالة وأكد رئيس الوزراء أن الحرص على الاحتفال بالذكرى الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مأرب لأنها حصن الجمهورية ومدينة الصمود والتضحيات والفداء لافتا إلى دور مأرب في مقاومة المشروع الكهنوتي الظلامي لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن وقال إن معركتنا هي الدفاع عن قيم الجمهورية ضد جماعة إرهابية كهنوتية خارج عدل اجتماع الوطني وقيم الثورة التي ضحى من أجلها أجدادنا من أجل إزالة الفوارق بين الطبقات وتحقيق العدالة والمساواة والحرية وأشهد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالكفاءة الملحوظة في سير العملية الأكاذبية في كلية الطيران والدفاع الجوي ومنتسبيها الذين يشكلون لوحة جميلة من جميع مناطق اليمن مقدما الشكر لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على تطوير هذا الصرح والاهتمام بمخرجاته الذين يشكلون إضافة نوعية للمعسكر الجمهوري لتحرير ما تبقى من محافظات ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم كلية الطيران والدفاع الجوي بكل الإمكانات اللازمة والمطلوبة لتعزيز كفاءة أفراد القوات المسلحة وخاصة في المجالات النوعية مشيرا إلى وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع النوعية التابعة للكلية وبينها مستشفى كليات الطيران والدفاع الجوي ومعهد اللغات وتعليم الحاسوب والمدينة الرياضية والصالة المغلقة كما نوها بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معركة اليمن ضد المشروع الإيراني من جانبه رحب مدير كليات الطيران والدفاع الجوي برئيس الوزراء وتقديره لهذه الزيارة وأثرها البالغ في نفوس ومعنويات منتسبي الكلية مستعرضا مراحل تأسيس الكلية وصولا إلى استقبال الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية والخطط العملية لتعزيز وتطوير الأداء الإداري والميداني رفق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء الإعلام والثقافة وسياحة محمد الإيراني والمالية سالم بن بنيك والداخلي اللواء إبراهيم حيدان والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والصناعة والتجارة محمد الأشول والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنس بحارثة ومستشار رئيس الوزراء سفر مجيب عثمان ورئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت ووكيل البنك المركزي اليمني منصر راجع حسين الدامشي والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم